انطلقت قافلة علاجية مجانية بقرية النزل في أسوان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وضمت القافلة عشرة تخصصات مختلفة وأكثر من 120 نوعا من الأدوية وتم الكشف على عدد كبير من المترددين وصرف العلاج بالمجانة وتحويل عدد من الحالات للمستشفى تتابع لوزارة الصحة والمستشفى الجامعي بأسوان لإجراء جراحات وأشعة رانين مغناطيسي وتستمر أعمال القافلة بقرية النزل حتى غدا الخميس فكرة القافلة الطبية زي ما قلنا حضرتكم وصول الخدمة الطبية لأهلين والناس في المناطق المحرومة الأكثر احتياجا الكشف والإعلاق بالمجان معنا 9 تخصصات طبية مختلفة معنا صيدلية فيها أكثر 130 صنف معنا 2 معمل معنا طفيلات ومعمل الدم معنا خدمة الأشعة العادية معنا خدمة الصنار كل هذا بيحصل عليه المواطن بالمجان أنا جينينا عشان نعالج الناس ببلاش ونضيهم أدوية وفي بعض الحالات بتحتاج أنهنا نعمل لها عملية جراحية بنحاولها تابع المستشفيات الخاصة تابع وزارة الصحة وكمان في حالات بتحتاج أنهنا نعمل لها أشعة زي رانين أو أشعة مغطاية كمان برضو بنحاول لها لأحد المستشفيات تابع الوزارة تابع الوزارة